من جديد تعود للمشهد السياسي المتأزم في العراق سيناريوهات إعادة الانتخابات والتلويح بالشارع والإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحوله لما وصفه بالمعارضة لمدة ثلاثين يوما وتسلط الميليشيات والتبعية وفي خطاب تصعيدي اتهم الصدر قوى الإطار التنسيقي من دون أن يسميهم بالوقاحة والتبعية للخارج والتكالب لإفشال مشروع الحكومة الأغلبية مشيرا إلى أن أعضاء الثلث المعطل لا يستطيعون العيش بلا سلطة واتهم في الوقت نفسه للقضاء بمسايرة أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم جاء خطاب الصدر بعد يوم من رفض المحكمة الاتحادية قانون الأمن الغذائي الذي قدمته حكومة مصطفى الكاظمي للبرلمان بغرض إقراره الذي يهدف إلى تسير الملفات المالية المهمة كبديل عن الموازنة التي تعطلت بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة وكانت المحكمة قد قضت بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها تقديم أي قوانين من هذا النوع وهو ما اعتبر ضربة للتحالف الثلاثي الداعم لهذا القانون خاصة وأن الجهة الطاعنت بشرعية القانون هي قوى الإطار التنسيقي ووفق العضو بارز في التيار الصدري فإن المهلة الجديدة للصدر جاءت كرد فعل على معاودة الضغوط الخارجية عليه مشيرا إلى أن التحرك نحو القواعد الشعبية بالمدن وتحريك الشارع واحدة من الأوراق المتوفرة حاليا بينما يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي أن مهلة الصدر الجديدة عبارة عن مناورة لا تختلف عن المهل السابقة مشيرا إلى أن إصرار الصدر على مشروعه سيدفع الكتل المتحالفة معه للذهاب نحو تشكيل الحكومة دون التيار الصدري وهو ما نفته قوى تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ويدرك الإطار التنسيقي المدعوم من طهران صعوبة تشكيل حكومة لا يشترك بها التيار الصدري ما يعني بقاء الأزمة على حالها في ظل صراع محتدم وخطاب استقطابي بينما يطحن الشعب العراقي في دوامة أزمات يشرف المتصارعون على ديمومتها وزيادة وطأتها يوما بعد يوم